أجرى رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة تعديلا حكوميا جزئيا أنهى من خلاله مهام عمارة بن يونس وزير التجارة ليعين مكانه بختي بالعيب كما قام رئيس الجمهورية بتعيين سيد أحمد فروقي وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلفا لعبدالقادر قاضي الذي تم تعيينه واليا لتيبازا التعيين الحكومي شمل أيضا قطاع الشباب والرياضة حيث تم إنهاء مهام عبدالقادر خمري وتعيين الهادي ولد علي خلفا له الرئيس بوتفليقة عين أيضا يمين زرهوني والية لولاية بومرداس